السلام عليكم الابنات كديرين لبساعدكم على خير رمضان كريم اليوم غنوجدكم واحد الوصفة اللي سهلة وخفيفة واقتصادية وصحية وسريعة عدنا هنا السردين عدنا العرض طبية فيها التحميرة الكامون كتومة غبرة مليحة شوية ديال قصبر معدنوس شوية ديال مسحامدة هنا عدنا شاب لغ اللي غنديروه مع السردين راح كونتحت لكم واحد طريقة ديال السردين في الفران هي نفسها هي ديكور غيختلف هنا عندي كرامة دي فونغي ديال شامبينيو غنديرها مع الشوفان لغتجي شوربة تاي خفيفة ضريفة وبقوا معايا وهانتم البنات دابا ما يخلط ديال عطرية كاملة ودرتها للحوت عصرت فيها الحامد الدكشي ودرت درتها للحوت كامل وخليته شوية ديت لاشاب لغ اللي ما عندوش لاشاب لغ يدير سميدة للحرشة ودير فيها شوية زويتة بلدية شوية مليحة وشوية ديال تومة غبرة إلا ما كانش تومة غبرة بلاش مشي مشكل صافي وتترمل بذك الزويتة ويخلى على جنب صافي يشد الحوت يشد الطاوة ويرشها بدك السميدة ويفرش فيها الحوت يفرش يفرش الحوت وعوتها لي يشد ذك الشي اللي بقى من من سميدة يرشها من الفوق صافي وهاك اني انتي الطابع اغا تختار اللي بغيتي اني بويته ضاير بويته مربع انا عندي هذا وقلت عليش ما نديروش ما كنستعملوش بزاف قلت عليش ما نديرش فيه هيجينيتة ديكورد وي اللي بنات يعجبوه من الحال صافي دلتو علاش كل قبل ودخلتو الفران وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو فقدش البروتينات ديالو وما فيه اجتمارة وماشي وقفوا بدايت قلي والزويوت والواحد عيان بالنسبة لي انا يعني جاي من الخدمة خسني ندير شي حاجة اللي ما تعبش فيها وتكون صحية تالية والوليداتي وهذا رمضان الواحد صوي يكون شي حاجة نقية شي حاجة صحية باش ما تدروش في المعدة والسردين في فوائد كتير ومعروف والحمد لله الخيورات في البلاد والله مالك الحمد هاي وجبة اقتصادية وصحية وما فيهاش زعمة ورخيصة يعني ما فيهاش ما مكلفاش بزاف ومفيدة لصحتنا هاد شي دي كاين وندو زودة بالعاسر خلينا الشربة ديالفون قيت غلا عندو زودة بالعاسر عندنا جوش تفاحات وحامضة وخيارة هاديرها معروفة عند الجامع وكيجي بنين ومنعوتش ليكم عليه وصحي وطبيعي حي دعي ديال ما ذاك الحاصر ديال ديال الزنقاء ولا ديال باتيسري ولا ديال السوبر لان فيه اللي كونسير في الزاف وفيه سكرية كتيرة ورمدان الى ما طيحتيش فيه سبعة كيلو ره ما كنتكوش دكش دكشي صاحي المهم كنعصر كننقي حامضة كنحيد لها الجلدة كاملة ديالها وكندير حامضة كنحيد لها الحبوب ديالها وتفاحة كننقيهم وخيارة كنخليها تقريبا بالقشرة ديال الخضراء صافيو كنتحن مزيان في تيرموميكس كيتكير دوز بداء صافيو كندير كنزيد عليه الماء كندير الماء ما كنديرش عاصر وحد اخر كندير الماء وديالي انا كنديرو بلا سكر وديال بناتي وراجلي حيط راجلي لما كان سكره ما يشربوش ومو مو بناتي وهانتو ما كما كتشوفو دابا غلات اه لا سوب ديال لي فيها كريمة ديال شامبينيو غلال ما صافي كلو حولي الشوفان دابا على حساب عين كميزانك بغيتها خفيفة بزاف كديري شوية بغيت انتي تاكلي شوية تقيلة هرا مو معين كميزانك في الشوفان يعني انتي تعارفي كيفاش اوه اصلا كي وفا تبارك الله كي يخلف كي ولي كتير ورمت زعمار شي حاجة صحية بالنسبة لي نحنا صايمين والله جربوها البنات واكتر يلا درتوها عادية بلاد الكريمة بلاح تشي حاجة هرا ما تشبعوش منها وهانتم البنات وهي طبلتنا وجدات وقربي ديال المغرب وهدي هم خيمرات بطاطا درتها بصالفيا بالسلمية وهدي الشوربة ديال شوفان اللي ورسوكم الطريقة ديالها وهدي كستر ديالها عصير ديالي مسوس والاخر عصير دراجلي وكيز دلماء وهدي قرعة دلماء وهدي بطفي بريكوتا وبطاطا والطون كجي تهيز وينا والباد مسلوق ديالها جاج البلدي وهي اللي عندي في الدار وتميرات وطبلة يعني عادية ومتواضعة والحمد لله صحية يعني ما يعني ما فيهش تاعب صراحة يعني كالتعبي ولدرتيب الزافرة كي يبقى تما فوق الطبلة كي يبقى فكل الله تبود ياللوحات شي كامل ما جاتش الله وما الواحد يدير علاقة دياليا كل يشبع كريشته ترجمة نانسي قنقر